دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ على الصلب والألمنيوم القادمين من أوروبا والمكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة بدأت تلوح في الأفك حرب تجارية عبر الأطلسي من شأنها تهديد العلاقات الأمريكية الأوروبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان توعد في آذار الماضي بطرح رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم المستورد من أوروبا عازيان الخطوة إلى مصالح الأمن القومي لكن دولا أوروبية اعتبرتها بداية حرب تجارية ستكون نتائجها سيئة على الجانبين ووصف وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس قرار البيت الأبيض بأنه سخيف للغاية وألمح إلى أن المملكة المتحدة تستعد للقيام بخطوات ثأرية وإجراءات مضادة كما اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الرسوم الجمركية